إضافة والراتب من يكفيش إننا محتاجين وإننا مشارف وإننا إيارات وإننا الشغلة لا يملك العامل يحيى ترف الاحتفال بعيد العمال فالعمل في هذا اليوم العالمي سيضيف له بعض الريالات الإضافية فوق راتبه الذي يعادل المئة دولار شهريا هكذا تتلخص معاناة العامل اليمني الذي لم يفقد عمله بعد عوضا عن مئات الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم بسبب حرب دمرت الكثير من المؤسسات والمرافق والمصانع توقفت بعض المصانع ودى إلى توقف مئة العمال أو آلاف العمال بعد الحرب يعني مأساة عمالية أخرى في عدن حدثت قبل الحرب بسنوات تتمثل بخسخصة المؤسسات العامة هذا الإجراع عطل الكثير من المصانع التي انتقلت إدارتها إلى القطاع الخاص الخسخصة قد يستغل صاحب العمل قد يستغل العامل من حيث الأجر من حيث ما فيش هناك علاوات ما فيش إشياء ترغيه إلى ما هو أعلى ما فيش هناك ضمان يتذكر عمال عدن سنوات خلت كان الواحد من ما يوعيدا وطنيا تتزين له الشوارع والآن صار للعامل هم واحد مشهد غريب أن يخلو في هذا اليوم مسرح اتحاد النقابات العمالية والذي يحكي مبناه واقع هذه النقابات التي كان لها دور الريادي في الماضي في هذا المسرح كانت تقام الاحتفالات السنوية بمناسبة عيد العمال الآن توضعت أحلام العمال كثيرا متمنين الحصول على المعاشي الشهري ليس إلا آدم الحسامي قناة بلقيس عدن